اخيرا وبعد طول انتظار وشد وجذب كبيرين شهدته العملية السياسية في العراق منذ التظاهرات الاخيرة التي شهدتها البلاد مع بداية تشرين الاول من العام الماضي وما ترتب عليها من تداعيات ادت الى استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتكليف مرشحين اثنين اعتذر لاحقا لاسباب متباينة كان من بينها عدم حصولهما على الاجماع الوطني اللازم فاستقرت بوصلة التكليف برئاسة الوزراء على مصطفى الكاظمي معطيات عديدة تصب في خانة الكاظمي وتجعله مؤهلا اكثر من غيره لقيادة الحكومة في مرحلة حارجة وحساسة تمر بها البلاد يتطلب اجتيازها الكثير من الحنكة والحزم وقوة الارادة اول ما يميز الكاظمي من خصال هو حصوله دون غيره على اجماع وتوافق يكاد ان يكون تاما فبعد ترشيحه من قبل الكتل الشيعية سارعت الكتل والاطراف السنية والكردية الى اعلان دعمها لتكليفه وهو ما لم تحصل عليه اية شخصية سياسية منذ امد بعيد يضاف الى ذلك ان الكاظمي قادم من رحم مؤسسة رصينة تحظى بدعم واحترام مختلف شرائح الشعب العراقي واطيافه الا وهي جهاز المخابرات وقدرته على ادارة مثل هذا الجهاز في السنوات الماضية بكفاءة تعني الكثير اتشرف ان اقدم لك كتاب التكليف واتمنى لك كل الموافقية اعقاكا مصطفى حبيبي سيد الرئيس اتشرف بقبول هذا التكليف كلنا نخدم بشعبنا العراقي وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية امام الشعب والتاريخ واشكر كل كتل السياسية التي عملت لتوحيد خطابها من اجل النهوض في العراق شكرا جزيلا ومع كل ما سبق ذكره فان مصطفى الكاظمي اسم لم تحم حوله اي تشبهات او شكوك تتعلق بالفساد او غيره والتي طالت العشرات بل المئات من المشاركين بالعملية السياسية يؤكد الكثير من المراقبين ان من يجمع بين صفات القيادة والحزم ونظافة اليد يمكنه وبدعم منقطع النظير من القوى السياسية ان يعبر بالعراق الى بر الامان وان يزرع الامل وطمأنينة في قلوب العراقيين التي اتعبتها تراكمات سنوات من الصراع والفرقة